السلام عليكم معكم الشيف والد إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة رجلت لكم اليوم بهذه الاروسات اللي قلت ولي بزاف حطنا مسكوتو هذا المسكوتو يجي خفيف للداخل يجي كما يقولوا كيل إبونج وحاجة اللي عجبتني فيه جر يشدلكم مدة طويلة يقعد هوهوهو جرمي جرمي بسماواله هذا المسكوتو شوفه هناكش نقسم لكم مرسوبرك نعرف بالأطفال يحبوها بالبزاف وعني خليت لكم الوصفة بالمقادر بالقرام وحطيت لكم كلش في آخر الصورة هكذا اللي حبي يدير كابتير دي كرام ولا دير سكرينشوت يصيبها في آخر الفيديو ونقولوا بسم الله حاجة اللي ولهنا ناخد حاولي استحبات تاع البيض ليهو مولاد الجاج عندي كاس إلا ربع تاع الحليب كاس تذكر كما راكم جوفو عندي نص كاس تاع زيت نص كاس تاع ناشا اللي هي الاميزينة عندي هنا مبشور حبت العيمون لديت الوزاس دو سيطنة هذا مكان هنديت شوية طالفاني حوالي ملعقة قهوة طالفاني تكون مع مراملح زوج خاميرة كيميائية والفارينا ناخد هذه الفارينا اليوم نستعمل ماما لناخد حوالي زوج كيسانتة فارينا ذو هنا يا صفيك تبع معي المقادر وعن بل بليك هذه الوصفة رح تنجحوش الله فيها من أول تجربة كما انا نضع حوالي ستحببت على البيت في البيت خانتيعي ولا باطر وشكل متوفر في البيت نضع فوقه هذا الكاس تاع سكر كما لاكم ترونه ونضع عليه كاس إلا ربعة الحليب الحليب جامي تجب دو الحليب من التلاجة ونضعه لكن كل البيت والسكر لازم تضعوا البيت والحليب بدرجة حرارة الغرفة الجامي تديروه بارد إذا كان فريجي دار وحبيت تديرو مسكوتشو دفيوه غير شوية شغل غير ما يبدأ يدفيوه شوية دفيوه بشيقة بزاف تمك بش تقدروا تخدموه به انا قلت لكم ناصيحة بالكوبرك تديرو الحليب يكون بارد بس كما يطلع لكمش كامل نخليه يطلع ونحن نحضر الفاريناتاي دوك هنا ناخد حوالي نص كاس لازم تصفيوها ان المايزينة والفارينا والخامير الكيميائيه توجور نصفيهم لازم نغرب لهم نوضع فوق هادك الناشا وقنا نص كاس تا مايزينة نوضع فوق ملاعقة قهوة تكون مع مراملح تا لاظاني نزد فوقهم حوالي زوج كيسا تفارينا ليهو ما بالقرام حوالي ثلثمائة قرام تفارينا هذا كما راكم تفو كاس الأول زوج نزيد ندير كاس ثاني تحديث تحديث نزيد فيقوة هنا تحديث 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 ترويت نزيد قم هي و اخرج لكم الموسكويتوتاكو سيجيكم بالزفايل و مهوي من الداخل هنا نغرب الكامل فارينا كما راكم تشوفوا ونزل ندفقهم هنا زسدو سيدة هاداك مبشور حبت ليمون تبعوني مليح نخلط هدو مكونات كامل ما بداها بعد انو حنوضعهم فقاداك السكر والبيد والحليب اللي خلطناهم ديجا من قبل دوك شوفوا معي الفوليومتاكو شوف هنا ايه طقيقة عبرك شوف هنا كيف احضاب الرقلي الموت موسكويتوتاكو سوف ينجح لكم 100% يجب أن تظهروا بيان يجب أن يقولون كيلاموس إذا كنت أقول لكم كيلاموس سوف ينجح لكم 100% لكن إذا لم تظهر لكم البيض والسكر والحليب كما رأيكم سوف يحبط لكم في الفور لا يجب أن يخرج بيان و لا يجب أن يخفيفكم تقيل انظروا بيان كما رأيكم في الصورة وغير ما أخفيفه نبدأ بلعقل يجب أن نكون في هذه الخطوة رابيد فقط من أجل الفارينتين نقلب من تحتها و من فوقها كما تصبح جينواز أو بيسكويت كما تريدون معي في الفيديو هنا يجب أن تقلقوا فيت فيه و تحتها كامل تحبط لكم الفارينة لأن الفارينة تقيلة تحبط لكم في الفورتة التي أتخافكم سوف يجب أن تجبها من تحتها كامل وغاولوا هنا في هذه الطريقة لكي لا يجب أن تقلقوا في هذا الحبيب سوف يجب أن تكونوا رابيد هذا ما كان سوف نقلقها بها كما رأيكم نكمل الكمية التي لدي كامل تفارينة الزيت تجربة نجعلها دائما الزيت في الآخر لماذا نجعل الزيت في الآخر؟ لأن الزيت سوف تحبط لكم هذا البيت كما نضعها في الآخر لا سوف تحبط لكم الخالط وعندما نضيفه لكي يجب الموسكويتو سوف نأخذ قليلا من هذه الكمية من الموسكويتو نضيفه نضيفه نصف لكي لا تخافوا نضيفه نصف نضيفه 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 تجربه يجرى نضيفه أراه نضيفه يجوك نضيفه تم ت نضيفه نضيفه لن يجب الحصول على مرحلة المسكوتيوتو نحن لن تقوير من الضيج حسناً نخلط نحكم العللي المسكوتيوتو و نفرق كامل هذا الخالط تبقى حسناً تحاكم روحه لماذا؟ لنا نحن نكون بالزبدة فضل الحصول على ذلك هذا العللي المسكوتيوتو كل شخص يمكنك العللي المسكوتيوتو عندما يكون المسكوتيوتو اضع 3 حبات بيت و اضع 4 حبات بيت و اضع المقادر على زوج عندما اضع 3 حبات بيت اضعوا نصف اضعوا نصف السكر و اضعوا نصف سكر و اضعوا 4 ماء و اضعوا 4 كاز زيت هذا يضعوا نصف الكمية اضعوا الى اضعوا كامل الهواء التي يكون هناك نضيفه على 180 درجة الفرن يجب ان يكون سخون بثاف اضعوا على الصوت هنا الفرن يجب ان يكون سخون بثافة كروت الفقانية لا تفيد الحمارة لكي لا تفيد الحمارة لكي لا تفيد الحمارة هذه الغلطة التي يفعلها بثافة الناس يجعل المسكوتو يسخن من ملح كي يجعل المسكوتو للداخل وماذا عن ذلك؟ مع ذلك السخانة ستستوكي هذا الفقاني المسكوتو لا تجعل شيء يخرج هنا يا باد ما طابلي كما رأيكم وخليتو تعد تيقابة الأسنان ندخل الداخل المسكوتو إذا خرجنا نشف نحب السلاك كما تعرفوا كما تجعل المسكوتو بساسيوا تجعلوا بهذه الطريقة سأعجبكم بل بزاف نقسم لكم قطعة كما قسمت لكم في بداية الفيديو هذا المسكوتو خليته ببرد ملح بعد ما برد لي ديت له شوية الناباج من الفوق ولا شوية المعجون بكري كانوا يديرو له زمان كانوا يديرو له معجون تلمشماش من الفوق ويرافقوه بالمعجون تلمشماش وشوية الشكري غلاس من الفوق سيجيب بزاف بنين وتانيك يصلح مع قهوة صباح ولا المساء هنا قطعة كما رأيكم تشوفوا جاخفي فريشان ماشي معجن من الداخل وجام هوي هنا نقسم لكم بتي مرسو لكي تشوفوا من داخل كيف أشتغ هنا كما يقولوا إن شاء الله تكون هنا الوصفة هذي كانت خفيفة عليكم ولا أول مرة تشوفوا القناة لا تنسوا تشتركوا هكذا بيش وصلكم داي من جديد تاي نقول لكم اتحلوا بالزافر وحتيكم إذا عدبتكم الوصفة ماليكم أغلى تخلوه جام وتديرو البرتاج اتحلوا في الوحتيكم ومع سلامة ترجمة نانسي قنقر